بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته اهلا بكم من طلبة طالبات الصف الثالث الاعدادي في قناة انجليز اعدادي مع مسناء السماء ان شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب المعاصر هنحل على اول درسين في يونتري الوحدة التالتة هنحل فيها على اول درسين الكلام ده هيبدأ في صفحة مية تلاتة واربعين عنوان الوحدة يعني مجتمعي ادي صفحة مية تلاتة واربعين الاسئلة في اخر الصفحة تدريبات على المفردات الاسئلة دي جاية من اختبارات صفحة ويشاركة لونجمان تعريفات اي من الكلمات دي is a small area of a town or village وعبارة عن منطقة صغيرة في مدينة او قرية that the people who live in it and the people who live in it يعني والناس الذين يعيشون في هذه المنطقة اسمها ايه المنطقة دي بلوك بمعنى طوب قالب من الطوب ولو قلنا apart بمعنى شقة في عمارة سكنية park بمعنى منتزه أو حديقة عامة oasis بمعنى واحة neighborhood الحي أو الجيرة neighborhood هو الحل بتاعنا بمعنى الحي أو الجيرة number two a or an a من الكلمات is a group of questions هو مجموعة من الأسئلة that you ask people التي تسألها للناس to find out information about something لتكتشف معلومات عن شيء ما يبقى أنت بتدي مجموعة من الأسئلة لمجموعة من الأشخاص من خلالها تعرف معلومات معينة عن شيء ما طيب مجموعة الأسئلة دي اسمها ايه exercise بمعنى تدريب أو تمرين survey بمعنى دراسة استطلاعية أو ممكن نقول عليها استبيان أو مسح بيانات يبقى survey دراسة استطلاعية service يعني خدمة example بمعنى مثال هنعايزين ايه survey دراسة استطلاعية number three هناخد ايه من الكلمات دي time is when you are not working ايه هو الوقت ده اسمه وقت ايه عندما أنت لا تعمل facility بمعنى تسهيل أو خدمة ولا survey تسهيل أو مرافق لأنه facilities بمعنى مرافق أو خدمات ولا survey اللي هي survey اللي احنا قلنا عليها دراسة استطلاعية ولا difference اختلاف leisure بمعنى فراغ هو ده leisure time اللي هو وقت الفراغ number four to take something such as a letter to a place is to eat it عايز قولك لتأخذ شيئا ما مثل خطاب لمكان ما يبقى انت كده بتعمل ايه للخطاب deliver بمعنى بمعنى تسلم ولا become يصبح make تصنع show تعرض deliver it لما تاخد خطاب لمكان ما يبقى انت كده هتسلمه للمكان ده deliver صفحة 144 synonyms اللي هي مترادفات anthonyms متضادات suffixes لاحقات او نهايات prefixes بادئات number five the anthonyms of the word dangerous is المضاد بتاع كلمة dangerous dangerous بمعنى خطير مضادها ايه serious بمعنى good difficult صعب unsafe يعني غير امن ولا safe عكس dangerous خطير يبقى safe امن safe امن طيب number six بنقول to give the adjective from the noun health we add the suffix لنحصل على الصفة من الاسم health هنضف لي health ايه هنضف له اللاحقة او النهاية هنضف لها ايه y والing والly والل e s هنضف y فقط وهتبقى healthy بمعنى صحي دي الصفة number seven to make the noun of the world لنحصل على او نصنع الاسم من الكلمة pave و add the suffix هنضف اللاحقة او النهاية هنضف لها ايه m e n t ولا s i o n t i o n ولا n e s هنضف ايه هنضف النهاية m e n t وهتبقى pavement بمعنى رصيف المشا number eight sara is interested in modern art سارا مهتمة بالفن الحديث the selenum of modern modern بمعنى حديث is this sentence in this sentence is معنى modern في الجملة دي هي عبارة عن ايه old كبير السن ولا aged برضو بمعنى البالغ من العمر كذا ولا present حديث ولا near قريب هنقول present بمعنى حديث guessing the meaning from the text يعني تخمين المعنى من خلال النص نص الجملة نفسه number nine he didn't win the prize هو لم يفز بالجائزة so لذا he felt هو شعر بانه ايه proud تقول disappointed محبط ولا interested مهتم ولا excited متحمس واحد خسر يبقى كيد هيشعر بايه disappointed يعني محبط او خائب الامل هنقول هنا المعاصر exercise استدريبات المعاصر كيف يقبل number ten the school is ماذا لها المدرسة هناخد ايه من الافعال دي up new lights in the playground عايز اقول لك بتعمل ايه اضواء جديدة في playground الفناء writing up ولا putting up ولا reading up ولا stopping up هنقول putting up معناها تقيم او تشيد number eleven when you try to make people do something by giving support and advice عندما تحاول ان تجعل الناس يفعلوا شيئا ما عن طريق اعطائهم الدعم والنصيحة يبقى انت كده هتعمل ايه a them encourage يعني تشجعهم ولا invent يخترع explore يستكشف ولا text يراسل نصيا انت كده بتشجعهم you encourage them number twelve there are many local يوجد العديد من a محلي for the elderly لكبار and disabled people والناس اللي هم زوية الهم in our country في بلدنا هنقول يوجد العديد من ايه محلي differences يعني اختلافات والheadings اللي هي عنوين زي عنوين الموضوعات والمقالات والاخبار ولا facilities تسهيلات ولا street lights street lights اللي هي ايه اللي هي انضواء او انوار الشوارع لا يوجد الكثير من التسهيلات المحلية يبقى ايه facilities number thirteen you can make a يمكنك ان تصنع a when you have a good effect on a person عندما يكون لك تأثير جيد على شخص او place مكان or situation او موقف يبقى انت كده بتعمل ايه reference reference بمعنى مرجع references زي هي ايه مراجع زي المراجع اللي انت بتكتبها في اخر البحث كده طيب difference بمعنى اه اختلاف ولا heading العنوان ولا reason سبب هنقول انت تصنع ايه a difference انت تصنع اختلاف عندما اه يكون لك تأثير جيد على شخص او مكان او موقف number 14 doing ايه من الكلمات دي helps the government study people's problems تساعد الحكومة ان تدرس مشكلات الناس طيب انا كنت تعمل ايه او تقوم بايه surveys دراسات استطلاعية activities انشطة travels بمعنى مشكلات هتساوي problems ولا streets شوارع يبقى انت هتقوم بعمل ايه عمل surveys اللي هي دراسات استطلاعية دي هتساعد الحكومة ان هي ان هي تدرس مشاكل الناس number 15 people in الناس في ايه areas في المناطق ايه بقى work as farmers يعملون كمزارعين او فلاحين rural يعني ريفي والاربن حضاري city مدينة town مدينة صغيرة اما city مدينة كبيرة هنقول people in rural areas المناطق الريفية يعملون كمزارعين number 16 the president started the decent life a الرئيس بدأ life decent اللي هي هو عايز يقصد بها مبادرة حياة كريمة اسمها the decent life a من الكلمات دي for people poor people للناس الفقراء who live in villages الذين يعشون في قرى effect بمعنى تأثير ولا initiative مبادرة هيدا اللي احنا محتاجنها festival بمعنى مهرجا او احتفال ماشيين بمعنى ميكانة او اهلة عايزين المبادرة اسمها the decent life initiative بمعنى مبادرة حياة كريمة definitions التعريفات number 17 the a من الكلمات دي is a part هو الجزء that you walk on الذي انت تمشي عليه in a city في المدينة that is next to a road المكان دا لم ته تمشي عليه في المدينة بجوار الطريق با دا اسمه ايه platform لا platform هو رصيف القطاع pavement هو دا اللي هو رصيف المشاه اللي احنا نفسنا احنا بنمشي عليه اما station اللي هي المحطة محطة القطار او محطة الاوتوبيس stop اللي هو موقف موقف الاوتوبيس او موقف اه موقف الاوتوبيسات طيب احنا عايزين من pavement اللي هي رصيف المشاه صفحة 145 number 18 ناخد ايه من الكلمة دي is what you feel هو ما تشعر when you do when you do not expect something عندما لا تتوقع شيئا ما and it seems strange or unusual وهذا يبدو غريبا او غير مألوف يبقى ايه الاحساس دا encouraged معناها اه جاية من encouraged بمعنى يشجع ولا surprise تحس انك انت surprise يعني مندهش ولا educated متعلم ولا communicated متواصل انقول surprise انك انت surprise تكون surprise يعني مندهش هو دا حساسك عندما لا تتوقع شيئا ما يبدو غريبا او غير مألوف synonyms متراضفات antonyms متضضط suffixes لاحقات او نهايات prefixes يعني بداية number 19 the antonym of strange is مضاد strange strange يعني ايه غريب مضادها ايه normal يعني طبيعي ولا abnormal غير طبيعي unusual غير مألوف difficult بمعنى صعب مضاد strange غريب هي normal طبيعي number 20 to give the opposite of the word usual لتعطي عكس الكلمة usual usual بمعنى مألوف او عادي we add the prefix نجيب قبلها ايه يعني بادئة قبل الكلمة هنضفها لها علشان تبقى عكس usual ir ولا in ولا un ولا im هقول un عشان تبقى unusual بمعنى غير عادي غير مألوف 21 we add the prefix نحن نضيف البادئة ايه من دون to the word courage لنضيفها للكلمة courage to give the opposite of encourage لتعطي عكس كلمة encourage encourage بمعنى يشجع طيب عكسها ايه عكس يشجع ايه هضف ir على كلمة courage ولا mis ولا im ولا dis هقول dis هي discourage discourage معناها يثبت كلمة يثبت باللغة العربية معناها لا يشجع يعني همد الهمم اوكي guessing the meaning from the next تخمين المعنى من خلال النص number 22 if something is لو ان شيء ما ايه من الصفات the two people بالنسبة للناس they can easily use it or get it يمكنهم ان يحصلوا عليه يستخدموه او يحصلوا عليه بسهولة accessible accessible بمعنى ايه معناها available يعني متاح ولا unavailable غير متاح unusual غير معتاد غير مألوف ولا indirect غير مباشر لو ان شيء ما accessible يعني اه تسوي available لو ان شيء ما متاح للناس يمكنهم بسهولة ان يستخدموه او يحصلوا عليه number 23 to have the same chances لتحصل على نفس الفرص in life في الحياة as other people مثل الناس الاخرين mean هذا يعني يعني الحصول على نفس الفرص مثل الناس الاخرين يعني to have equal ان يكون لديك ايه متساوي opinions or opportunities بمعنى فرص ولا events احداث ولا lectures اللي هي اوقات الفراغ هنقولي ان يكون لديك equal opportunities opportunities بمعنى فرص يكون لديك فرص متكافئة او مساوية language notes اللي هي الملحوظات اللغوية expressions تعبيرات prepositions حروف جر number 24 zitiative aims المبادرة تهدف عايز اقول تهدف ايه لا ايه من حروف الجر دي improve improve the quality of public services يعني تطوير جودة الخدمات العامة طيب عايزين aim هنقول aim ايه aim in ولا to ولا of ولا at اسمها aim to تهدف الى number 25 smoking has a bad effect يعني اتدخين له تأثير سيء lungs lungs اللي هي الرئتين هنقول of ولا at ولا in ولا on هنقول on effect on a bad effect on تأثير سيء على lungs اللهم الرئتين صفة 151 هنا بيقول exercise on language يعني تدريبات على القاعدة complete the sentences with the correct form of the words in brackets number one we spend the weekend in port side يعني نحن نقضي لعطلة نهاية الأسبوع في بورسعيد everything is arranged كل شيء مرتب له خلي بالك كلمة arranged مرتب له دي بتدل على زمن المضارع المستمر المضارع المستمر بيستخدم واحد من استخداماته في التعبير عن احداث مرتب لها وهتيجي معها كلمة arranged أو planet خلاص طيب هنقول we ايه طيب مضارع مستمر مضارع مستمر يعني فاعل والضعب توبيه المناسب لهذا الفاعل في المضارع ويجي معها ايه يجي معها برب توبيه ار بعد كده الفاعل spend ده هادي spend spend وهنضف له الاي من الجهة بقى spending هادي are spending هتبقى ايه لإجابة we are spending the weekend in بورسعيد everything is arranged طيب number two we all love محمد صلاح نحن جميعنا نحب محمد صلاح because he is an amazed player عايز قولك هو لاعب مذهل طيب مذهل اسمها ايه اسمها amazing هادي amazing بمعنى مذهل كده احنا بنصف محمد صلاح اللاعب المشهور طيب هنشوف صفحة مية اتنين و خمسين number three بيقول الكتاب كان بالفعل بور لذا انا لم انتهي من قراءته طيب الكتاب كده ايه عايز نوصف الكتاب بانه ايه انه بورينج بورينج يعني مملك هادي بورينج يعني مملك نوصف بها الشيء غير العاقل هو الكتاب هنشوف بعد كان number four بيقول look انظر the child lie on the floor عايز اقول لك الطفل lie on the floor يعني يرقد او نائم على الارضية طيب هنا look تدل على ايه تدل على زمن المضارع المستمر طالما المضارع مستمر هنجيب الفاعل اللي هو the child وهنضف له ايه هنجيب بعد the child هنجيب له ver to be المناسب ليه اللي هو ايه is في المضارع عشان هو مفرد وهنجيب الفاعل lie lie ده هنخليها lie بس خلي بالك the i e هتحول الى y ونضيف the i in g للاستمرارية هيبقى شكلها كده is lying on the floor number five the football match was quite excite i enjoyed يعني اه مباراة كرة القدم كانت الى حد ما excite excite تنفع لا ينزل نصف المباراة هنقول exciting هادي exciting يعني مشوقة او مثيرة هادي exciting number six the children are very الاطفال الاطفال مالهم are very excite because they have a new tie لانهم لديهم لعبة جديدة يبقى هما very very excited يعني متحمسين كده بنصف الاطفال هادي excited هادي excited طيب number seven the plan is الخطة مالها excited لا هاي الخطة ده شيء غير عاقي هي بها نقول the plan is exciting هادي exciting number eight i was disappointed to hear that the community center was closing انا كنت محبطا او خائب الامل عندما او او انا اسمع انا اسمع ان اه the community center مركز المجتمع او المركز المجتمع was closing كان مغلقا طيب هقول i was ايه هاصف شعوري انا وصف الشعور ب disappointed انضيف لي disappointed هنضف لها ايدي ايدي this point وانضف لها ايدي disappointed i was disappointed انا كنت خائب الامل او اشعر بخائبة الامل او الاحباط number nine tourists اللي هما السياح are always دائما please by the kindness of the egyptians بطيبة المصريين كانوا ايه عايزوا كانوا مسرورين مسرورين هنصف شعور السياح بعدنا هم pleased هادي 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 pleased هادي ليه وصف شعور السائحين كانوا مسرورين او هم مسرورين عشان ده في المضارع number ten today's math listen حصة الرياضيات بتاعت اليوم was very interested لا دي كانت ايه very interesting شيقة كده نصف الحصة حصة الرياضيات نفسها فنقول عليه ايه interesting اه دي هادي interesting طيب نشوف بعد كده number eleven volunteers اللي هم المتطوعون ما لهم planted flowers in the park next month عايز اقول لك ها بيزرعوا او هيزرعوا ازهار في الحضيقة العامة والمنتزة next month الشهر القادم الشهر القادم طالما آآ الجملة دي تعبر عن بتعبر عن ايه عبر عن مشروعات مستقبلية المشروعات المستقبلية دي آآ لازم لها تخطيط وطالما فيه تخطيط يبقى نستخدم زمن المضارع المستمر طيب زمن المضارع المستمر ادي الفاعل وبعد كده المناسب لهذا الفاعل دي جمع عشان كده هتاخد بعد كده الفاعل اللي هو هنضف له ادي بلانت هنضف له اي 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 جي خيبة بلانتينج آر بلانتينج علشان ده تخطيط للمستقبل مشروعات مستقبلية نومبر تول المدينة بلس انيو سبورتس سنتر نيكستير عايز اقول لك المدينة ها آآ تبني مركز رياضي جديد العام القادم نفس الفكرة برضو مشروعات مستقبلية يعني لازم لها تخطيط وطالما تخطيطي بمضارع ايه مستمر طيب مستمر دي مفرد هتاخد هتاخد بعد كده هنقول الفعل بلد ده هنخلي بلدينج دي بلد وهنضف له الاي اني جيه بلدينج از بلدينج المعاصر تدريبات المعاصر نمبر ثورتين ايمن لقد بقد صرف ايمن بقد اتكت يعني ايمن حجز تذكرة هو هي سافر غدا طيب السفر وكل اجراءات السفر لازم لها تجيز وتحضير تحضير يعني تخطيط طالما في تخطيط يبقى مضارع مستمر مضارع مستمر يعني فاعل المناسب لهذا الفاعل في المضارع عندنا الفاعل هو هي هياخذ وفاعل عندك هو هنخلي الفاعل ادي ترابل ده الفاعل وهنضف له الان جيها بقي ترابل ادي از ترابل نمبر فورتين it was بورد who watched the same film twice يعني كان الامر مملا ان اشاهد نفس الفيلم مرتان طب it was ايه عايزة اصف الشيء الغير العقل امر نفسه امر مشاهدة الفيلم مرتين يبقى بورينج هذه بور بورينج نومبر نومبر ففتين عايز اقول لك هم اه يعملوا ايه من اجل الاجتماع الاحد القادم الاجتماع ده مش لازم يكون في تجهيز وتحضير وتخطيط اللي هنقش في الاجتماع عايزين نوصل لإيه عايزين نحل إيه يبقى ده تخطيط وطالما تخطيط يبقى السؤال لازم يكون في زمن ايه المضارع المستمر ايه زمن المضارع المستمر ادي كلمة الاستفهام عايزين بعدها парطو بي بارطو بي احنا بنتكلم عن بنتكلم عن هنقول الفعل هنا ده هنقول جمح دي وط كلمة الاستفهام بعدها هنقول فيرطو بي 利 لأنه الفاعل هنا دي طيب وبعد كده الفعل اللي هو دو هضف له اي ام جي هيبقى دونج. دي داي وبعد كده دونج. هادي الاجابة. نحظة واحدة. نقولها تاني. بيقول يعني ماذا سيفعلون من اجل الاجتماع الاحد القادم. طالما الاحد القادم في اجتماع يبقى ده شيء لازم يحضر من اجله. لازم نحضر له. لازم يكون فيه تخطيط. وطالما فيه تخطيط يبقى السؤال ده لازم يبقى فيه زمن المضارع المستمد. مضارع مستمد. يلا نشوف السؤال كده هيبدأ بكلمة الاستفهام. بعد كده هنا عشان الفاعل بعد كده الفاعل يدوم يبقى. عايز اقول تجهز الان او تعد الان من اجل حفلة الغد. طالما هي تعد وتخطط وتجهز. والحفلة دي غدا يعني حدث مستقبلي. تجهيز او الاحداث مستقبلية يبقى مضارع ايه? مستمر. طيب مضارع مستمر دي جملة خبرية يبقى ده هو الفاعل. بعد كده عايزين مناسب لهذا الفاعل. هنجيب لها ايه? عشان مفرد كأنك بتقول شي. طيب بعد هيجي هايجي الفاعل بس هنضف له اي انجي. اه دي الفاعل خلي بالك. بس طالما حرف الايه غير منطق. خلاص هنسيبه خالص نستغنى عنه. وهنضيف الاي انجي على طول هيبقى كد. هيبقى نوبر سيفنتين سلما تطبخ العشاء الان هي لا تستطيع ان تساعدك في واجبك المنزلي. ليه? علشان هي مشغولة الان هي تطبخ. طالما يبقى زمن ايه? مضارع مستمر. سلما هي الفاعل. عايز لها ايه بعدها? مناسب لها اللي هو is. وبعد كده الفاعل يضاف له اينجي. الفاعل اللي هو cook. اه دي cook. وهضف له اينجي. يبقى cooking. سلما is cooking dinner now. نوبر ايتين. I was very surprising when I came first. عايز قول انا كنت مندهشا عندما اتيت اولا. طيب. يبقى هيقول عايز اوصف شعوري. طالما هاوصف الشعور. يبقى اقول ايه? Surprised. لطيف اين ايدي. ادي Surprised. يعني مندهش. انا يعني تسلق القبل. لا. عايز تصف الشعور. شعور الشخص. انا بقول اني تسلق القبل ده شيء مخيف. يبقى عزين نصف الشيء. وصف الاشياء بيجي بيه? يبقى ضافة الانجي يبقى frightening. هادي لحظة. هادي fright. وبعد frighten. وانضف له الانجي يبقى frightening. كلمة الفعل frightened. وانضف له انجي يبقى frightening. نوبر اه نوبر اه نوبر اه نوبر اه نوبر اه عشرين زماتش واغس. المباراة كانت. لذا انا غادرته. يبقى عزين نوصف المباراة وصف الشيء غير عاقل. بايه? بالانجي يبقى هنوز. اه دي 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 بمعنى اه مخيب للامل. المباراة كانت مخيبة ليه الامل? لذا انا غادرت. هنشوف هنا صفحة مية ثلاثة وخمسين. تدريبات عامة. فعالة درسين واحد واثنين في الوحدة الثالثة. اه نوبر وان بيقول فانش دي فالوينج دي 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 اكمل الحوار التالي. على طول بنقول لما يكون عندك حوار تقرأ كل الحوار للاخر عشان تفهم الفكرة على ايه وتعرف بازن الله تجاوب صح. ماجدي يريد ان ينضم الى مؤسسة خيرية ويسأل صديقه حمدي عن رأيه. ماجدي نعم. انت عايز ايه? انا اريد ان اقوم بعمل تطوعي. فلازم هو هيسأله. هيقول له. طيب هيسأله هيقول له. عايز انا بقول له عايز اقوم بعمل تطوعي. انا يجب علي افعل. ماذا يجب علي انا افعل? علشان الاجابة هنا بتقول يجب ان تنضم لي مؤسسة خيرية. طيب هيسأل ماجدي سؤال علشان حمدي. هيقول له يمكنك ان تذهب الى هناك وتملأ استمارة لتنضم اليهم. يبقى اكيد هيسأله هيقول له يعني ماذا يمكن ان افعل لانضم لي المؤسسة الخيرية. ماجدي هنا بيسأل بقول do you know in charity in our neighborhood? هل تعرف اي مؤسسة خيرية في حينا? فهيقول له ايه? ياس ايدو نعم انا اعرف. فعشان كده ماجدي بقول له can you come with me? هل يمكنك ان تأتي معي? قال له yes of course نعم بالطبع. انا اعيش في مجتمع عظيم. هناك الكثير من ايه رياضي لصغار الشباب او الشباب اللي هما الناس الصغيرين في السن. هناك. طيب موجود لهم تيترز اللي هما المسارح. ولا متطوعين يعني خطوط ولا اكتيفتيز. اكتيفتيز عشان نقول سبورتز اكتيفتيز انشطة رياضية. نمبر تو ناخد ايه من الكلمات دي? علشان نقول يعني انه كبير او يصبح كبير في السن. elderly كبير السن ولا new حديث modern بمعنى new جديد ومودرن حديث ولا different مختلف. هنقول elderly. نمبر ثري. يعني مضاد كلمة close. close بمعنى قريب. مضادها ايه? near بمعنى قريب. لا دي بتسويها nearby بالجوار. برضو هتسويها neighboring بمعنى الحي او الجيرة. يعني مقربة لها. اما distant هي اللي مضادها تماما بمعنى بعيد. هتسوي far. نمبر فور. هنقول ايه من الاختيارات دي? are. هي عبارة عن ايه? services. خدمات such as electricity and water. مثل الكهرباء والماء. that help the members of a community. التي تخدم مجموعة من او تساعد مجموعة من اه members of community اعضاء المجتمع. او افراد المجتمع. يعني انشطة وقت الفراغ. او الانشطة الترفيهية. يعني خدمات عامة. musical instruments اللي هي الالات الموسيقية. ولا sports facilities السهيلات الرياضية. نرجع للجملة بتقول هي عبارة عن خدمات. زي الكهرباء والمية اللي بتساعد افراد المجتمع. الكهرباء والمية ده الاسمهم ايه? public surfaces. يعني خدمات عامة. number five I was disappointed to see. انا كنت محبطا او خائب الامل. اشعر بخيبة امل to see a lot of rubbish. لان ارى الكثير من القمامة in the street في الشارع. this means I was. هذا يعني انني كنت ايه? glad. يعني مسروض. ولا frustrated. محبط. ولا worried. قلق. ولا interested. مهتم. عندك disappointed. هتساوي frustrated. يعني خائب الامل هتساوي frustrated محبط او خائب الامل. number six to give the opposite of the word abled. we add the prefix لنحصل على ايه عكس الصفة. abled نضيف البادئة. هننف لها بادئة اللي هي ايه? ir ولا in ولا dis ولا اي ام. هنضيف دي اي اي اس. عشان تبقى disabled. disabled اللي هي غير قادر. او اللي هم الناس زاوي الهمة. disabled people. نشوف صفحة مية اربعة وخمسين. read and complete the text. اقرأ واكمل النص. with words from the following list. بكلمات من القائمة التالية. كلمات القائمة. هي local. محلي. spur. فراغ. اه هتساوي ليش? ولا elderly. كبار السن. او كبر السن. ولا locally. محليا دي ظرفة او حال. busy. مشغول. we voluntary. بمعنى تطوعي. دي طبعا صفة. my friend and i صديقي وانا are looking for some. نبحث عن بعض ايه بعض العمل التطوعي. ابها نجيب القلم ونقول voluntary. تطوعي. هي اول نقطة عندك. we want to help. نحن نريد ان نساعد. نساعد ايه people. الناس ايه elderly. اللي هما كبار السن. طيب. we are going to ask about. نحن سوف نسأل عن ايه. عن ايه community centers about reading for people who became old. هنسأل عن ايه. هنسأل عن local. local community centers يعني مراكز مجتمعية محلية. we read. نحن نقرأ a lot in our a. نحن نقرأ الكثير في our a time. في اوقات في الفراغ. وقت الفراغ. الهو spur time. هتساوي leisure time. أليه number four. but we want to do something useful. لكننا نريد ان نقوم بعمل شيء مفيد for other people. لناس آخرين. complete the sentences. with the correct form of the word say brackets. number one. we build a new house next month. we have arranged everything. نحن سنبني منزلا جديدا الشهر القادم. نحن رتبنا كل شيء. اه دي اللي هي بتعبر عن اه عن اشياء يخطط من اجلها. يبقى في احداث او مشروعات او خطط مستقبلية. يبقى ده زمن ايه مضارع مستمر طيب. على نشوف الجملة كده. مضارع مستمر هو ايه عبارة عن ايه في الجملة الخبرية. فاعل. وبعد كده مناسب لهذا الفاعل في المضارع. هنقول وي ايه. وي ار. بس اللي اخلصة هنخليها سمول. هنقول وي ار. وي ار ايه. نجيب الفعل هو build. اه دي build. هنضف له الاي نجيه. نشان يبقى وي ار بلدنج. كده زمن المضارع المستمر. number two. the book was really bore. and i didn't even finish reading it. الكتاب كان بالفعل مملا وانا حتى لم انتهي من قراءته. طيب هنزل نوصف الكتاب ووصف الاشياء باضافة اي نجي. يبقى هنقول ايه? boring. ها دي boring. الكتاب نفسه كان boring. ممل. number three. it is a very excited film. i'll watch it again. انه فيلم يعني ايه شيق جدا او مثير. i'll watch it again. سوف اشاهده مرة اخرى. طيب هاوصف الفيلم هقول ايه? exciting. اه دي exciting باضافة ال i n g. لكن excited دي تصف اه شعور الشخص نفسه. number four. you can't stay in the room now. انت لا يمكنك ان تبقى في الحجرة الان. workers العمال paint it right now. عايز اقول لك يدهنوها او يطلونها ايه اطلاء او ادهنها. طيب طالما في هنا now وهنا كمان now يبقى ده ايه? مضارع مستمر. مضارع مستمر يعني الفاعل اللي هو workers بعد كده وارتوبين مناسب لهذا الفاعل اللي هو or بعد كده الفاعل هنضاف له اي نجي. ادي الفاعل paint وهن اد paint وهن لفل ال ing هيبقى painting. workers are painting. number five. i was really. انا كنت بالفعل. surprising to know that you failed your exam. انا كنت مندهشا بالفعل. ان اعرف انك فشلت في الامتحان. طيب يبقى اقول ايه? انا بوصف شعوري. طالما وصف الشعوري يبقى بالادي. اقول surprised. اقول surprised يعني مندهشا. ادي surprised. هلأس? ادي surprised. number five. you'll write one hundred and ten words on the following. اكتب حوالي مية وعشرة من الكلمات على الاتي. a review on what you can do to help people in your community. هو عبرة عن تقرير عما يمكنك انت فعله. آآ لتساعد الناس في مجتمعك. عندك نموذج موجود في نهاية الكتاب. مكتوب بخصوص الموضوع ده. النموذج ده كويس جدا. وعندك كمان ممكن ترجع لي صفحة مية سبعة واربعين من نفس الكتاب ده. هتلاقي نفس العنوان المكتوب قدامك. بيقول لك ايه اللي تقدر تقدمه لمساعدة الناس في مجتمعك. هتلاقي الموضوع ده موجود وافكار وجميلة ومطربطة. كده وصلنا لحنا صفحة مية اربعة وخمسين. ان شاء الله هنستكمل مع بعض منهجنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.